بالتعاون ما بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمبادرة الرئاسية حياة كريما ترقت فعاليات برنامج فاليو التدريبي الذي يهدف للتدريب الطلاب من مختلف الجامعات على المهارات الحياتية بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية البرنامج يشمل تقديم رشع عمل وعود ومسابقات بمشاركة الطلاب إلى جانب مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات على أن تقوم مبادرة حياة كريما باختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي يتطبقها بشكل فعلي داخل قرى المبادرة بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم متر الشيحي من قبل مؤسسة حياة كريما يديني الفرصة لأكون متدرب في برنامج فاليو في الأكاديمية الوطنية للتدريب واستفدت مهارات كثيرة زي مهارات القيادة ومهارات العرض والتقديم ترشحت من الجامعة أن أحضر برنامج فاليو هو برنامج في الأكاديمية الوطنية للتدريب مدته خمسة أيام استفدت حاجات كثيرة قوي منها مهارات القيادة وإزاي أن أنا أتاهل وسوق العمل ده تشجعني أن أنا أنزل وأتضرب هنا عشان أعرف معلومات كثير وهيساعدني كثير قوي التحكت بالبرنامج لأنه بينمي مهارات الفرد ويخليه يعرف يتعامل مع الأفراد في سوق العمل وأفراد بشكل عام يعني التحكت به لأنه كتامية بشرية فيوسع فكر الفرد وإن أنا أتعمل إزاي في مشروع القومي أو مشروع العمل عامة استفدت من هنا حاجات كثيرة قوي تأهلني لسوق العمل دي أول حاجة زي مثلا الصوف سكيلز والمهارات العرض والتقديم ومهارات القيادة قدرت أكتر أن أنا أعرف أكتر حاجات كيتوقع مني في مهارات العرض والتقديم ومهارات القيادة أكتر دي ساعدتني أكتر التدريب هنا ساعدني أكتر مفروض أن التدريب هنا خمس أيام ثلاث أيام في الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريب ميداني مفروض أن ننزل كرة حياة كريمة نشوف النماذج واقعية أو نماذج على أرض الحقيقة تواصل مؤسسة حياة كريمة في محافظة مطروح بذل جهودها من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين في السلوم في إطار ذلك وصلت عشرون رأسا من الأبقار للذبح والتوزيع على الأسر الأكثر احتياجا في كل من سيد براني والسلوم يأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة التي تبذلها في محافظة مطروحة في حضور عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية كما تتواجد مؤسسة حياة كريمة في العديد من المبادرات على رأسها مبادرة التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة